ألقى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي اللومة على التأخير في تسليم الأسلحة لبلاده مؤكدا أن ذلك تسبب في مقتل عدد من الضحايا في هجوم الطائرات المسيرة الروسية في أودسا العالم يعلم أنه من الممكن مقاومة الإرهاب لدى العالم ما يكفي من أنظمة الدفاع الصاروخية وأنظمة حماية من طائرات وصواريخ شاهد تأخير توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وأنظمة الدفاع الصاروخية لحماية شعبنا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر وزيادة عدد الأطفال الذين تسلبوا روسيا حياتهم